بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بالكرام اخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية اهلا وسهلا بحضراتكم وما تنسوش العهد اللي بنا وبينكم انكم تدعمه بانورامة زرعية شكر الله حضراتكم وبنبدأ على بركة الله تعالى وبنقول يعني ما شاء الله من كتر طفرة كبيرة في الانتاج في الخيار اليومين دول يعني يمكن فقدنا السيطرة على الانتاج بصراحة يعني فقدنا السيطرة على الجني أو الجمع بمعنى اصحة يعني تمام ما شاء الله كميات مهولة ده نتيجة شوية اشياء يا جماعة اولها درجات الحرارة اللي هي علت اليومين اللي فاتوا دول في الكويت والقصة مش قصة برضو درجات حرارة وبس القصة من الاول يا صديقي ان طبعا مش الانتاج وبس الانتاج وشايف قدامك السيمترية بتاعة الحبية واللمعة بتاعة حبية الخيار شايف الصمرة شكلها ايه مفيش صمرة معووجة مفيش صمرة معووجة مفيش نقص كالسو مفيش نقص بوتاسيا مفيش نقص اي عنصر حاجة ولا اروح زي الكتاب ما بيقول اختيار الصنف الصح اختيار الصنف الصح عمل برنامج تسميد محترم اللي موجود على بنارة مزرعية ما عملناش حاجة غيره تمام الجمع فيه المواعيد بتاعته تمام كل الحاجات الرية طبعا الامراض والمكافحة الامراض كل الحاجات دهيا اكيد بتؤدي للنتيجة المحترمة اللي انت شايفها قدامك دهيا تمام وبندخل برده وبنشوف النبات جوه علشان ربما حد يقول لا ده انتم مصورين لا احنا مصورين من جوه وده الخير اللي موجود عندنا والله على ما نقول وكيل تمام فالقصة مش قصة برده درجة حرارة وبس القصة جامعة الخير في الخيار زي ما قلنا من الاول اختار المعاد بتاعك الصح وانا لو بزرع خيار في المعاد المناسب يبقى انا هزرع زي ما قلت وكنا منقول 15 عشرة لا درجة الحرارة كانت عالية تمام فعلو درجة الحرارة مشكلة علو درجة الحرارة جامعة اخدوا بالكم المعلومة دي كوي مشكلة علو درجة الحرارة في شهر 11 تمام بالنسبة للخيار الشتوي بالذات او شهر عشرة يعني احنا متفقين دايما بنزرع الخيار الشتوي في شهر عشرة تمام مشكلة الزراعة في شهر عشرة ان احنا بتكون درجة الحرارة عالية فبتعمل لي مشكلة في الممكن يسرول منك الخيار الشتوي لو ما زبطتش الرأي والتسميت بتاعك والتقليم الامور مش هتيبقى كويس تمام شوف النبات اللي قدام حضرتك دهوت ما شاء الله العقلة العقلة يا جماعة اللي هي عليها الجمعي شايفها 3 و 4 و 5 سمار اي يعني فيها 3 و 4 و 5 سمار ما شاء الله تمام 3 و 4 و 5 سمار زي ما انت شايف العقلة اللي هي عليها الجمعي النهار اللي هيجمعوها الشباب ورانا على طول وراء التصوير تمام حاجة ولا اروع يا جماعة ما شاء الله في حاجة هتلاحظها في الخيار ده التربية ما شاء الله طبعا المتر الأولين ده بنشيله ما عندناش مشكلة فيه ويه بنطلع على الأفرع الجانبية بعد كده بنقص على عقلتين وثلاثة زي ما يكون يعني النبات بتاعك عمل شكله ايه شايف ما شاء الله شايف الحملة بتاع العقلة بس دي أنا جايب لك العقلة ده بس دي بتاعك العقلة اللي عليها الدور في الجمع يعني ما شاء الله تمام فزي ما بنقوله محدش دايما يا جماعة محدش يسأل على الصنف لان انت في بلدك انت قدر واحد بالصنف بتاعك تمام انت قدر واحد بالصنف بتاعك ليه لان ما فيش حاجة كل بلد الصنف ممكن موجود في كزا بلد بس كل بلد بيتسمى بالاسم بتاعه تشوف كمان المشاء الله على طول الخطة هوت أنا ماشي بصور على طول الخط ما شاء الله حاجة مفرحة جدا فيه ناس بتبص تلاقيها بتبص الحاجات كده ملهاش لازم يقول لك اصل الورقة ديت على الحواف بتاعها نبات اساسا نتعرض الحواف بتاعها محروقة واصل كل ده كلام انا ما يخصنيش في حاجة كراجل يعني شوف شوف الصمرة شوف الصمرة شوف الصمرة انا الورق والكلام ده كلته احنا بنزرع في ظروف عصيبة تمام عندي درجة حرارة بالنهار الخيار ده عدى عليه بالنهار اساسا درجة الحرارة بتكون خمستاشر سبتاشر سبعتاشر وبالليل بتكون اثنين وثلاثة واربعة وخمسة اقصى حاجة كانت بتبقى قنص تمام خمسة بتبقى درجة الحرارة ماشي على ما بتطلع الشمس وكده بتوصل لعشرة بالعافية تمام فين على الظهر بتوصل لخمستاشر سبعتاشر تمنتاشر فدي مشكلة ومع ذلك تقدر تطلع ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن تطلع الحاجات دي فانا الورقة دي يا جماعة ما تخصنيش بحاجات الورقة اللي انت شايفه تحت ده كله هتشال هنشيله على طول معاش يلزمني في حاج اصبح عبق على النبات شايف انا باجمعه برصي لك شايف اللمعة شايف اللمعة اللي موجودة ما شاء الله انا على الناسي مش عشان انا للزارع بس والله مبسوط مبسوط والله موفق في النبات موفق موفق فعلا يعني رغم المقاس اللي احنا بنشوفها في درجات الحرارة بالليل وبالنهار والتباين الشديد بينهم تباين يعني اختلاف يا كم مع درجة الحرارة بالليل كذا وبالنهار كذا تمام عملية البرد اللي موقفة النبات ده هي وعمالين نرش فيه تسميد ورقي ما تنساش حتة التسميد الورقي اللي انا يعني لساني تعبني وانا اتكلم فيها ان التسميد الورقي ده ده معه مهم ومهم جدا وكافحة الامراض والتسميد الورقي يعني يعني الحمد لله حاجة مفرحة وحاجة حتى لو الاسعار حتى لو الاسعار مش يعني دون المستوى الا ان انت يعني بيبقى عندك حماس ونشاط لي ان الانتاج طالع كويس ايوة فانت من الاول خالص اختر الصنف الصح اعمل برنامج التسميد الصح الري الصح عينك على الامراض مكافحة الامراض بتاعت النبات بياد الزغبي والسقبة الماصة والعنكبوت الاحمر دول اخطر تلت حاجات او البتريتوس دول اخطر اربع حاجات ممكن يقابلك في الخيار ممكن يدمره الخيار كله ممكن يطلعوا الصمرة عندك مضروبة الصمرة عندك ممكن تطلع مشوهة بسبب انك انت ما خدتش بالك من الحتة دي بالزر يعني انت رويت وسميت وجبت صنف كويس وفي الاخر قمت ضرب كرسي في الكولوب كرسي في الكولوب دي بالمصر يعني ايه بنقول لما يكون في فرح زمان يعني ما كانش فيك عرابة كان بيفزق كل واحد كلوب كده تمام فكرسي في الكولوب بقمت خناء واحد ضرب كرسي في الكولوب يعني الدنيا ضلمت يعني مجازا يعني الدنيا ضلمت يعني بقيت ضركة كلها فده معناها بس بالنسبة لمصر مصرين حافظين طبعا يعني الكرسي في الكولوب ماشي الله تبارك الرحمن والرجال عندك ايها بتعبي تعبيه من شاء الله في طبعا كرتون بتشوف الشباب يعني متمرس خالص في القصدي اهم شيء ده يعني دي بتفرق معنا كتير الراجل بتاعك يكون متمرس تمام وانك تكون قريب منه يعني ما يبقاش يعني سايق في العالي او كده لا كلنا بشر بغض النظر عن اللون والجنس والدين يعني ما يخصناش في حاجة ده كله ولكن يعني ما شاء الله عندنا الرجال الهنود دول ما شاء الله كويسين ناس محترمة ومصريين موجود يعني ما شاء الله كل واحد عارف هو بيعمل ايه لما كل رجال عندك مدربة كل واحد خلية نحلة ما شاء الله كل واحد عارف هو بيعمل ايه حبيت بس اعرض معكم الفيديو ده هو شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته